لو جيت سألتك وقلت لك ايه اكتر حاجة انت نفسك فيها او ايه الحاجات اللي تحلم بها في اي برنامج انا عن نفس لو حد سألني السؤال ده اقول له والله انا عايز برنامج مسلا يكون مجانا بالكامل يكون فري تماما الحاجة التانية مسلا انه يكون هو مساحت صغيرة ما ياخدش من مواد الجهاز ويكون طبعا شغال بكفاءة يكون سريع ما جافت اي موقع يكون سريع اه الحاجة التالتة مسلا والاهم طبعا ان هو يكون اه متاح لي بلاد كتير او سورفرات كتير عايز افتح بقى من المانيا امريكا انجلترا سويسرا ان شاء الله حتى كندا يكون الحاجات دي كلها موجودة وتكون فري عايز اقولك ان البرنامج ده موجود بالفعل البرنامج ده قديم مش جديد انا شغال به يعني يمكن بقى لي عشرة او خمشار سنة شغال بالبرنامج ده انا يوميا بستخدمه في شغلي فايلي هو البرنامج ده هنشرحه طبعا مع بعض الان شاء الله وهنستعرضه ونشوف ازاي نحمله ونشتغل به يعني بس لو انت استفدت من اي حاجة ما تنخلش عليا بالدهن معناوي اللي هو عبارة على لايك كومنت جميل ازاي كده لو انت او ما تشوفني انا احمد شيتو يسعيدي طبعا انت نضم اليها في القناة عن طريق زور السبسكرابي اللي موجود تحت الفيديو وابديني راغي كتير يلا بينا يا شباب اه طبعا يا جماعة ارجونا هتطوروا بعد الانترو كالعادة نخش عطفوا معنطول حالة اي بوسر شباب افتحوا عندكم اي براوزر انا مثلا هفتح عندي الفاير فوكس وهتفتحه جوجل هتجي في جوجل واضغط كده اكتب بي اس اي اللي هو يعني اللي هي الكلمة دي ازا ما هي زهرة قدامه كده هتخش على الاول انتيجة بحسها هاجيلكو اللي هو الموقع ده كده هتخش فيه كده اللي هي جيت دي اضغط عليها هاللحظ انه موجود لمختلف منصات موجود يا جماعة لكل الاندرويد موجود للايفون موجود لاجهزة الماك موجود للويندوز فخلنا في شرح النهاردة او شرحنا النهاردة على الويندوز هديجي تحت كده عند الويندوز هنا دي اللي هو الشكل ده وهتغطينا على بس فون فور ويندوز هو مساحت هنا سبعة ميجا بايت وشوية فكلام فاضي يعني ارمية عندي على الدسكوتوب سيف نزر خلاص تمام بالنمك ده مستو يا جماعة انه هو بيحتاجش بقى الاسطوب ولا اي حاجة خالص زي ما نشوف ما بعد دلوقتي يعني طيب ده بيكليك عليه هل ايه فاتح معاني هنا هو دبعا انه هو او ما بيشتغل بيجيب لك الصفحة دي والتلقائي على طول يعني ممكن بتقفيلها عادي براحتك يفيلها عادي بشوية مشكلة المهم ادي البرنامج اهو اه لو ناخد بالك هنا تحت عطول هو الديفولت بتاعه او التلقائي بتاعه انه هو بيجيب لك افضل اداء يعني افضل اداء بص انا لو عملت قطر اتصل كده ولو خدنا بالنا هنا هنا جايب لي كل البلاد دي يعني بص يا جماعة ده مثل البرنامج ده بصراحة انه هو جايب لي بلاد بالعبيد كتير جدا وقت المتحدة الامريكية صنغافورة مش عارفة بص زي ما تشايفين كده كل ده فافضل اداء دي هنا لو انت اخترتها انت بتقول له يعني شوف افض اسرع سيرفر في البلاد دي كلها موجود حاليا ويعني خليني اا اكوننكت عليه او اعمل اتصال عليه ده لو انت عايز تعمل مش فارق معك تفتح من انهي بلد يعني انما لو انت عايز تفتح من بلد معينة فالبرنامج ده تحفة في الموضوع ده هاوريكو دلوقتي يعني مسلا لو فرضنا ان احنا عايزين نفتح من من ايه من ايه قول مسلا انجلترا او المملكة المتحدة هاختارها واقول هنا كده اتصل تمام او زي ما قلت لك هو مجرد ما يلتصل هو بفتح الصحة دي تلقاء طيب نجرب مسلا نفتح ايه نفتح مسلا اكوام الموقع ده اما بجرب عليه موضوع اللي هو وكده لان اكوام ده موقع محصول في مصر فبصة ما يجي نفتحه مسلا وبصة يا جماعة الموقع كمان شغال سريع يعني سريع مسرع يعني النت مش بطيء ولا حاجة حتى لو جيت مسلا نفتح اليوتيوب اه كل حاجة هتلاقي شغالها معاك سريعة وده مثل البرنامج انه هو بيحتاجش تسطيب والنت فيه سريع ومديني بلاد او متحلي بلاد كتا جدا ده مسلا كان انجلترا ممكن نجرب مسلا ممكن نجرب مسلا نقول له ايه اه بلد تانية مسلا نقول له ايه المانيا المانيا مثلا هو packs ونقول له هنا اتصل هيفتح بردوك صفحة دلوقتي كده ان هو اتصل اخدوا بالكو كمان في حاجة شيتأكدوا ان هو فاتح هذا المانيا فعلا انت لو دخلت هنا على جوجل وقلتو له مسلا هنا اللي هو 아니 انت عايزة اعرف مكانك فين يعني ودخلت على اول واحدة دية وهبص يا جامعة جابلي اننا في جبلوا اننا في جبلوا اننا في جيرماني اللي انا في المانيا يعني. فانه هو شغال فعلا. طيب نجرب نفتح برضك اكوام او كده ادي اكوام ما هو هتلاقي برضك اشتغل معانا وفاتح برضك سريع. تمام نجرب برضك نفتح اليوتيوب مسلا تاني. ادي اليوتيوب برضك اشتغل معانا وشغال سريع. فبصراحة يا جماعة ده برنامج ممتاز بيتوفر فيه كل شروط ده. بصراحة افضل من كل البرامج اللي اشتغلتها قبل كده زي ما قلت لكم انه هو بيت. بلاية كترة جدا زي ما انتم تسطيب بيشتغل على اي نسخة سريع. بصراحة مش عارف انت انت ممكن تحلم بيه تاني فبس شباب ديك نشرحني النهاردة لو عجبتك الحلقة واستفدت مني حاجة يعني القناة يا جماعة بتجيب لي ان معظم الناس اللي بيتفرجوا على الفيديوهات مش مشتركين في القناة او مش بيشتركوا في القناة. فبعد اذنك لو انت استفدت مني حاجة ما تنخلش عليا يعني باللايك اشترك في القناة. عمل لي كومنت جميل كده يعني يساعد في نشر الفيديو ويعني يزبط لي كده ايه يعني الدعم المعناوي بالنسبة لي يعني. وكالعادة لو جدك اي مشكلة بلي في الكومنتات وبس كده يا شباب. يلا سلام.